تمكنت مملكة البحرين من تحسين تصنيفها بواقع خمس مراتب لتحلف المركز الخامس والعشرين عالميا ضمن تصنيف التنافسية العالمية الفين وثلاثة وعشرين الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية واحتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عالميا في سبعة من المؤشرات التي شملها التصنيف إضافة إلى تصنيفها ضمن المراكز العشر الأوائل عالميا في ستة وثلاثين مؤشرا ضمن تصنيف التنافسية العالمية لعام الفين وثلاثة وعشرين الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية آي أم دي حققت مملكة البحرين إنجازا متقدما بحصولها على المركز الخامس والعشرين عالميا وتحتل البحرين بذلك المرتبة الأولى عالميا في سبعة مؤشرات وتربعت المراكز العشر الأولى عالميا في ستة وثلاثين مؤشرا شملها التقرير الصادر عن معهد آي أم دي وتعد مملكة البحرين البيئة الملائمة للأعمال وهي من الجوانب الرئيسية المساهمة في تعزيز تنافسية مملكة البحرين عالميا حيث أكدت تقرير تحسن تصنيف البحرين بواقع ستة عشرة مرتبة ضمن عامل الأداء الاقتصادي وهو أحد العوامل الأربعة التي يعتمدها التصنيف وبحسب المؤشرات التي يقطيها تصنيف التنافسية العالمية 2023 حصلت مملكة البحرين على أعلى التصنيفات ذات العلاقة بالتنمية البشرية والأفراد حيث جاءت مملكة البحرين في المركز الأول عالميا فيما يتعلق بتوافر المهندسين المؤهلين ضمن سوق العمل كما احتلت المملكة المركز الثالث عالميا فيما يتعلق بتوافر المهارات التكنولوجية والرقمية لدى الأفراد البحرين تعد مركزا مهما للقطاع المصرفي الدولي حيث جاءت المملكة في المركز السادس عالميا في المهارات المالية لدى الأفراد وفي المرتبة الرابعة عالميا من ناحية مهارات القوى العاملة بوجه عام تصنيف التنافسية العالمية لعام 2023 يلقي الضوء على نجاح الجهود الحثيثة للحكومة في تنويع النمو الاقتصادي في المملكة وخلق بيئة قادرة على التصدي للتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر